في موضوع آخر أفضت أشغال الندوة الثلاثية لأتلاق مشروع النهوذ بالحوار الاجتماعي اليوم إلى اتفاق كل من الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية على وضع خارطة طريق لسياغة عقد اجتماعي جديد سيتم توقيع عليه في الرابع عشر من جنب المقبلة أحداث لجن فرعية تضم ممثلين عن المنظمة الشغلة ومنظمة الأعراف والحكومة تعمل على سياغة توطيئة شاملة تتضمن أهداف العقد الاجتماعي ومحاوره هي من بين البنود التي تم الاتفاق عليها في اختتام أشغال الندوة الثلاثية لإطلاق مشروع النهوذ بالحوار الاجتماعي الأطراف الاجتماعية تتحاور بما بينها حول بعض المحاور ستة محاور ومن محاور مهمة لأنهم يهموا التشغيل وسياسة التشغيل والتكوين المهني الشغل اللاق التغطية الاجتماعية التنمية الجهوية محاور أخرى كذلك معناها مهمة اللي يتمثل معناها أهم الاشكاليات المجتمعية المطروحة اليوم تم الاتفاق على عقد جلسة عمل كل شهر بين أطراف الاجتماعية وفي رعاية كما قلت من مكتب الدولي للشغل ونأمل من هنا حتى الشرس العام باش إن شاء الله نتوصل إلى عقد اجتماعي نهائي الحرص على تنفيذ بنود العقد الاجتماعي سيكون عبر إحداث مجلس وطني للعقد الاجتماعي ووضع مجلس وطني للعقد الاجتماعي وتكون التركيبة امتها وبتبيعة الحال الثلاثية وهذه التركيبة هذه مش تنظر فيه أولا العقد ككل بالبنود امتاعه تطوير هذا العقد مع التحويلات الاقتصادية والاجتماعية اللي مش نعرفوهم بقدرة بإيجابية إن شاء الله وأيضا المنقول الشرقابة ولكن الحرص على تطبيق كل البنود ومن المنتظر إنعيقاد أول اجتماع لفريق العمل في نهاية جوان بدعوة من الالتحاد العام التونسي للشغل وللحديث بشأن هذا الموضوع يحضر معنا في السوديو الخبير الاقتصادي بوجمع الرميلي مساء الخير سيد بوجمع إذن تم الاتفاق على تأسيس عقد اجتماعي بين الحكومة واتحاد الشغل ومنظمة الأعراف هل يعتبر هذا هو الحل في هذه المرحلة؟ هو جزء من الحل الحل الأصعب منها هي إطار للحوار وفي الواقع هو معنى العقد الاجتماعي عنده ساعات معنى أوسع من أنه ما بين نقابة وأعراف وحكومة هو عنده بعد لابد أن يكون له بعد وطني لأنه فيه تنمية فيه جهات فيه ترقيات فيه أجور وبالتالي يستدعي ربما تشرك أكثر أطراف أخرى حزبية سياسية جمعياتية حتى يتوسع الحوار وحتى يقع تعميم الفائدة كما يقال نعم في انتظار الإمضاء على هذا العقد في 14 من جامع في المقبل يعني هذه الفطرة كيف سيتم تعامل إزاء الوضعيات الاجتماعية الموجودة يعني في ظرف ستة أشهر كيف سيتم تعامل مع هذه الوضعيات؟ التعامل مع الوضعية طبعا سيكون لكل وضعية حالتها الخاصة والمطلوب من هذا الشروع في الحوار هو أنه تحسين الظرف العام الحوار لأنه الحوار ما أشمعناه؟ يعني كل واحد يطلب مشيرته وثم يقول لك عثم إمكانية وإمكانية بعد الأخير هالمعطيات هذه الكلة نشرع في تجميع أو يشرع هؤلاء المشاركون في الحوار في تجميعها وفي تنسيقها وفي نظري في إمكانيتي ترتيبها مع بعضها ولكن مش معناها انتهت المطالب وانتهت الجوابات على هذه المطالب وسوف توجد كل الحلول من هنا الأربعة تجربة هذا صعيب لأنه ظرف اقتصادي صعيب وظرف انتقالي وطلبات ثم طلبات متراكمة وثم وضع عالمي صعيب وبالتالي ما نخلقوش أوهام هي فقط تحسين الحوار وقولوا إحنا بين الأطراف سواء الأطراف الاجتماعية اللي عندها صيفة مباشرة في مخلص العمل ولكن لابد أن يعمى كذلك على كل الأطراف الأخرى في السكن في الجهات في التعليم في الصحة في كده إلى خيره يعني لابد أن نعطي نظف له وفيه كذلك أشياء سياسي أريد لفت الانتبالية وهو تالي أربعة تجربة نحن نمر ربما إلى فترات أخرى سياسية كذلك فلابد أن لا يعتبر أن هذا العقد أنه عقد نهائي بين النقابة والحكومة هذه الحكومة وهي حكومة الانتقالية في هذا الإطار يعني ربما ألا ترى أن هذا العقد الاجتماعي هو صحيح أنه مبادرة جيدة يعني من الأطراف التي ستمضي على العقد الاجتماعي في الرابع عشر من جنب في المقبل ولكننا ترى أنه يجب أن يشمل أكثر فئات المجتمع المدني وكل الأطراف الفاعلة في المجتمع التونسي ليكون عقد اجتماعي وطني هذا ضروري اسمه اجتماعي ولكن في الواقع وطني وبالتالي لا بد من تشريك أوسع الأطراف اللهم سميه عقد مربوط بالعمل هذا كان موضوع آخر أما إذا كان عقد اجتماعي بالمعنى المتعارف عليه أي لأنه وش نولي فيه فيه منوال التنمية ومنوال التنمية يعني يمشي بك للصناعة للفلاحة للتصدير للتوريد للجيباية إلى خير وبالتالي يدرج أدوات وآليات ومواضيع ربما تتجاوز منظمة الأعرف وحدها ومنظمة العمال وحدها والحكومة رغم أهمية هؤلاء المنظمتين ورغم أهمية الحكومة ولكن هذا بعد وطني وشأن وطني أحنا نقوله فقط نعتبروه وأنه مجال مفيد وإيجابي لتحسين الحوار الاجتماعي وربما من هنا إلى الرابع عشر من جانب فيه تم تشريك الأطراف الفاعل هذا ما نتمناه وعلى كل حال مبادرة إيجابية واضح شكرا لك الخبير الاقتصادي بوجم عرميلي على كل هذه التفاصيل